انظر اللمبة تكون انقطعة وصل الكهربائية تكون دير رماس انظر هناك انقطعة للداخل انظر 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 یوتوب وله مالذي كافر انظر انقص الوصل الكهربائي انظر وسيارة البور الالترناطير هينية ماذا يفعل ؟ شوف واحدة واحدة مانين نسوي له ها مو في كونتاكت الوصلة كي تكون مقطعة و تماصي ليوقع المشكل هادا نقص فادح في الجهد شوف هلا دوكيش على نورمال شوف غير نعوجها شوية شوف ما رأيه تماصي هل تشوف؟ هل تشوف؟ هل تشوف؟ شوف 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 هل تشوف من فضلة لا تفهموني مليح هكذا تياره يمر نورمال او مشانتي مليح او يقيس مليح شوف كيف يقيس مليح أسنا شوف أسنا عاود شوف هنا يقيس مليح هاو ماسي هنا كي تقطع لك الوسرة وتبدأ ساعة تقيس وساعة ما تقيش لي راح ينقص الجهد كما مثلا في السيارة ينقص الجهد مثلا من الالترناتر نرمال مباشي شارجي الباتلي يتطلب طناش ونصف فورد فما فوق الى الابورن بلوس الالترناتر ما كانش مزيّر مليح يوش يولي يدير يولي يبعت اقل جهد لتشحين البطارية السيارة يولي يبعت اقل جهد وبالتالي الى بعت اقل جهد البطارية يولي ما تشرجيش خطر هي البطارية السيارة تمشي 12 فولت تكون البطارية مليحة جيدة تمشي حتى تقدر تلحق حتى 12.80 90 تقدر تلحق حتى 13 فولت تكون الوصلة جيدة تبعو هنا أدفع لديها هنا لديها لديها وطفه تبعوا كيف يسبب لاماس؟ لاماس في الكهرباء ستقلل الجهد خاصة في مناطق حساسة جدا مثل الالترناتوري شارجي البطارية يقدر يغلطك وانا وقعت ضحية ورح تشريت بطارية جديدة بطارياتي عندها 8 أشهر التي اصطلتها ورح تشريت بطارية 750 ألف بسبب هذه المشكلة بسبب هذه المشكلة بسبب هذه الخالل تأتي الطيار لن يمر بطريقة جيدة بسبب لابورن كليس ليكرو كان مديسيري كان يدير في هذه المشكلة ساعة يبعت فما فوق الساعة يبعت أقل من ذلك يبعت 11 ترى 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 أقل جهد ترى 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 نظer ترى نذهب لها للصالون نضيفها لا تتسأل و لكني نعوّج لن أفضل و لكني نعوّج هنا قطعة في الداخل هنا يوجد الإنطريار و لكني نعوّج بسبعين يوجد عالية و لكني نعوّج و لكني نعوّج و أنت نعوّج نعوّج و أنت الساعة يوجد ساعة 30.000 ساعة 2.000 و ثم 4.000 بسبب القطعة هنا مدد 2.000 2.000 كيف نعوّج الجهد 2.000 ما هو أبوز المليح؟ ذلك أعطى المليح الجهد المطلوب هو 4.5. يجب أن تقول أنه يكون 2.5. يجب أن يكون هذه الأخطاء الفادية الذي يرى أن تكون المساعدة في الوصول الكهربائي يجب أن يصلاحها. لا تنسواها لأنه سوف تنقص لك الجهد. تكون لن تفيدك تستطيع أن تتحرك عنه. لكن مع المشكلة في الناتر الجهد المطلوب يجب أن تتوقف على سيارة بسبب العطل في البطارية والبطارية سليمة لكن الوصلة غير سليمة تماثي لا تبعد الجهد المطلوب ما سيجعل؟ سيجعل خلل وتعطيل شحن البطارية وبالتالي في الآخر يجب أن تتوقف على سيارة قبل هذا الدروس الكهربائي يجب أن تفهمهم ملاحة ملاحة بعد ذلك نقوم بإمكانكم لدينا سلحتها إن شاء الله أيا أتيكم صحة بارك الله فيكم سلام ملاحة ملاحة ملاحة